تم التوقيع أمس بسخيرات بالأحرف الأولى على المسودة المعدلة المقترحة من طرف الأمم المتحدة على أطراف الحوار الليبي برلمان تبرق والمؤتمر الوطني وقد اعتبرت الأمم المتحدة الخطوة دليلا واضحا على إنجاح الحوار الذي من شأنه أن يفضي إلى تسوية للوضعية الأمنية والمؤسستية الحالية نلقي الضوء على الموضوع الليبي مع ضيفنا اليوم المحلل السياسي السيدة دريس قصوري دكتور قصوري مساء الخير مرحبا بك معنا أي دلالات ترى لهذا التوقيع بالأحرف الأولى على الانتفاق بين الفرقاء الليبيين في السياسة في طبيعة الحال هذا التوقيع الذي كان ينتظره الجميع بشغف كبير وبعاطفة قوية فيه مجموعة من الدلالات يمكن اعتباره بأنه مؤشر قوي على التقى التي أصبحت عند الأطراف وتجاوز مرحلة الخوف والشكل التي خيمت لفترة كبيرة نسبيا ومن ثم يمكن أيضا استخراج معطى أساسي وهو ميلاد نمط سلوك سياسي جديد عند الأطراف الليبيا هذا السلوك ينتصر للسلم وعلى العنف وعلى الفوضى على العنف السياسي وعلى الفوضى ومن ثم يمكن اعتبار هذا كله مقدمة مهمة لاسترجاع الركيزة الأساسية للأمن في ليبيا الشقيقة وهو من خلال هذا كله انتصار لليبيا ككل أفراد وشعب نخبة وقادة وبالتالي هو أيضا تتمين للجهود الأممية ومن خلالها للديبلوماسية المغربية طيب والمتابع لهذا الموضوع على الأقل منذ أمس دكتور قصوري يود أن يتعرف ولو بإيجاز على العناصر الأساسية والخطوط العريضة لهذا الاتفاق هل من فكرة حول هذا الجانب؟ هذا الاتفاق لم يخرج بشكل عام عن الإطار المرجعي للمسودة الرابعة المعدلة المقترحة والمقدمة من طرف الأمم المتحدة والمتمثلة في سبع نقط مؤسساتية تأسيسية للمرحلة الانتقالية الليبية المقبلة وتتمثل في تشكيل وحدة حكومة وطنية انتقالية وفي اعتبار البرلمان طبرق هو الهيئة التشريعية وفي تشكيل هيئة لصياغ الدستور الجديد وتشكيل هيئة لإعادة الإعمار وفي مجلس أعلى تأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى كذلك للإدارة المحلية ومجلس للدفاع الوطني وهو إطار سياسي غني وغزير طيب كلها نقاط أساسية خصوصا مسألة المجلس الأعلى لماذا بنسبة لك دكتور قصوري لم يوقع المؤتمر الوطني الليبي حتى الآن بشكل نهائي على الاتفاق وهل لذلك تأثير بشكل عام على الاتفاق حسب ما هو مصرح به من طرف أفراد والإطار الليبي الذي لم يوقع والطرف الليبي الذي لم يوقع والتصريح الأممي بأن هناك بعض التحفظات التي لا تمس بجوهر الاتفاق العام وبمستقبله وتتمثل أساسا نقطة جوهرية حول تركيبة المجلس الأعلى للدولة باعتباره هيئة تشريعية عليا ستبت مستقبلا في كل القوانين التي ستخرج من الهيئة التشريعية وبالتالي لها أهمية كبرى ما يقابله المجلس الدستوري نعم وهو ما يقابله لدينا المجلس الدستوري باعتباره هيئة عليا تشريعية طيب ما هي التحديات التي تنتظر على الأقل النخبة الليبية والذين وقعوا على هذا الاتفاق بالنسبة للمراحل المقبلة لبناء ليبيا موحدة مستقرة وقوية بطبيعة الحال بالنسبة لدولة تعيش الظروف مثل هذه وفي إطار حوار وفي مراحل بداية هذا الحوار لا بد أن تكون هناك تحديات وتحديات جمع يمكن أولا أن يكون تحدي الأول هو إقرار الاتفاق هذا الاتفاق بشكل نهائي وهذا ورد في كلمة من العام الأمم المتحدة في تسريع إقرار نهائي وليس مرحلات بالأحرف الأولى تانيا تسريع تنزيل هذا الإطار المؤسساتي التأسيسي السياسي في المرحلة الانتقالية في إطار بناء الدولة ومدى انخراط جميع ليس القادة ولكن الفاعلين السياسيين والميدانيين في إنجاح هذا العمل التأسيسي لقانونية الدولة الليبيا المقبلة ومؤسساتها ومدى حرص الجميع على انتصار لمنطق السلم على منطق التهديد والعنف أي لمنطق الحوار إذا ما كان هناك في هذه المرحلة الانتقالية أي مشكل في الطريق هذا يحيلنا على المعاناة الكبرى التي عانى منها الشعب الليبي طويلا كيف ترى اليوم الانتظارات المستقبلية لليبيا الغد طبيعة الحال في إطار هذا البناء الرأسي للنظام وللدولة الجديدة والخفضل لهذه الأوضاع ستكون هناك انتظارات كثيرة وكثيرة جدا يمكن إجمالها وتلخصها في ضرورة تسريع أيضا إيجاد خارطة استراتيجية للإدماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجميع مكونات الشعب الليبي هذا بشكل أساسي والحرص الشديد على ضمان حقوق الجميع أفراد وجماعات وأيضا الحرص وتأمين كل ضوابط ومقومات وقوانين مشاركة الجميع في نوع من المواطنة الواحدة والموحدة أي لا يمكن أن نغوص في بناء الدولة وننسى انتظارات الشعب أي لا بد أن يكون هناك نوع من النسقية الشامل بين منطق الدولة ومنطق الشعب أي بين الحرص على أن تكون هناك سيادة للدولة وتكون هذه الدولة نسترجعها لأن هناك قرار الجامعة العربية الذي أوحى بإعطاء الأرضي الأساس لدخول الدولي ودخول الحلف الأطلسي وما كان من ذلك وبين مقتضيات المواطنة للجميع وهذه هي الروح التي نرجو أن تسود في ليبيا طلاقا من انتفاق الصخيرات نشكرك جزيلا الشكر المحلل السياسي سيد دريس قصوري على مساهمتك معنا بذلك تنتهي هذه النشرة نشكر لكم بقاءكم معنا وفاءكم الدائم لنا دمتم في رعاية الله وليلتكم سعيدة موسيقى